نقله للمستشفى ياسمين عبدالعزيز محدش قدر يمنعها تدخل لأحمد العودي تتطمن عليه أهلا بكم في قناة منوعات بوتة الأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحد السرندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل نقل أحمد العودي المستشفى في حالة حرجة وده اللي صرح به المؤلف محمود حمدان وكتب بوست على حسابه على الفيسبوك وقال دعوتكو لأخويا أحمد العودي بالشفاء العاجل أحمد ممنوع عنه الزيارة ومحجز في المستشفى بقاله يومين لسوق حالته الصحية وقال في تصريحات صحفية أن أحمد على مدار يومين حالته الصحية بتتداور فاضطرينة لنقله للمستشفى والدكاترة منعين أي حد يزوره وده بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز حيث كان في قمة ساعته بأول بطولة لفيلمه الجديد الإسكندراني اللي بيعرض على جميع دور العرض في مصر والوطن العربي صدم بخبر الطلاق اللي نشرته ياسمين على صفحتها الرسمية على الفيسبوك وكتبت تمن الانفصال رسميا بيني وبين أحمد العودي وبينها كل التأدير والاحترام وبداية أزمته النفسية كانت لما ليلة عبداللطيف في حوارها مع نيشان توقعت طلاقهم السنادي أو السنة القادمة وصرح مصدر مقرب من أحمد العودي أن أول شخص زار أحمد في المستشفى كانت ياسمين عبدالعزيز في مستشفى السلام الدولي وسبب دخول المستشفى أنه كان بيعمل دور أكشن واستنشق أول أكسيد الكربون وبعدها تعرض الأزمة في التنفس ودخل على أثيرها المستشفى ومنع عنه الزيارة إلا أن ياسمين توجهت للمستشفى ولم يستطيع أحد من الدكاترة منعها من الزيارة والإطمئنان عليه حيث وصلت منهارة وبشيء